كيف كان مقتل الهرمزان مقتل الهرمزان عاش في زمن عمر حتى وقع الأمر المعروف بأنه طعن أمير المؤمنين من طعنه أبو لؤلؤ المجوسي بخنجر له نصلان وأبو لؤلؤ طعن نفسه في آخر القضية فأصبح شاهد الإثبات غير موجود لأنه مات قتل فلما قتل وأصبح أبناء عمر يبحثون عن السبب ورأي قتل أبيهم وكان لعمر ابن يقال له أبيد الله فجاء عبد الرحمن بن أبي بكر وشهد أنه ليلة قتل عمر أو قبلها بأيام شاهد الهرمزان مع أبي لؤلؤ المجوسي ومعهم رجل نصراني يقال له جفينة وأنه سقط منهم خنجر له نصران فظن عبيد الله بن عمر أن الهرمزان هو الذي أمر بقتل عمر أو ألب أبا لؤلؤ تعلاقت لعمر وكان الهرمزان ممن يعرفون الخير يعني يجيد معرفة الخير فجاء عبيد الله بن عمر وقال له إني أريد أن ترى خيرا لي لأنظر رأيك فيها فأخذه ثم أتى به من الخلف وضربه فتقول بعض الروايات أنه لما رأى وهج السيف حر السيف قال لا إله إلا الله وهذا يدل على أنه كان بريئا وأن ظهرت الآن قوال تتهمه لكن عندي في بحث العلمي أنا لم أتوصل إلى أن الهرمزان أي علاقة بقتل أمير المؤمنين أمر حصل أنه قتل الهرمزان بهذه الطريقة وأصبح الآن دمه عندما عند عبيد الله بن عمر وهذه يعني قد تكون لها علاقة بالأحداث الأخيرة التي تحصل في العالم العربي لما قتل عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان ظنا منه أن الهرمزان له علاقة بقتل أبيه في تلك الحقبة هذه حقبة منقطعة ما معنى حقبة منقطعة وقتها لم يتسلم عثمان بن عفان مقاليد الحكم ما زال الصحابة يتشورون لمسألة الخليفة وأن تتعلم أنهم مكذوا قرابة ثلاثة أيام الخلافة جعل العمر في الستة أصحاب الشورى وهم الآن يتباحثون من الخليفة فتولى عثمان وأصبح حاكما فأصبح عثمان لا يدري هل يقتل عبيد الله بن عمر لأنه قتل الهرمزان أو لا يقتله وكل منهم يقول له رأي والذي يأتي يقول له الحق هذا قصاص وهذا دين وهذا قتل رجل مسلما الأصل أنه مسلم ولم يثبت كفره ولم يثبت أنه ألب على قتل عمر وآخرون يقولون كيف تقتل عبيد الله اليوم ابن عمر وبالأمس قتل من قتل أبوه يعني مصيبة عظيمة على بيت العمر قتل عمر قبل ثلاثة أيام واليوم تقتل ابنه فأصبح أمير المؤمنين في حيرة فقال عمر بن عاصر يأمير المؤمنين هذا وقع وأنت لم تتسلم الخلافة فبرأك الله منه يعني ما وقع في عهدك فماذا فعل أثمانه وضع الدية من عنده ويقال من بيت مال المسلمين المهم أنه أعطى أهله الدية على أن الموضوع يقفل وقد قفل موضوع الشاهد منه أحيانا يعني يحصل فيما سمت الربيع العربي وغيره تحصل محاكمات لمن سبق وهذا في ظني يؤلب الناس من يعني صنع صنيعا أيام وقتي كان حكمه وما صنع ذلك الصنيع كان حاكما فيمكن أن تأخذ منه تسترد منه أموال تسترد منه لكن لما تكون العقوبة أكبر فهذه تحدث أشياء في المجتمع يعني لا يرجى من ورائها خير يعني لأنه عندما صنع ما صنع صنعه لأنه حاكم فهؤلاء صنعوا ما صنعوا في وقت لم يكن لعثمان عليهم لهم عليه سلطان فترك الأمر كما هو والعلم عند الله